المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى ذلك ندد المجلس بالقصف الآثم الذي تعرضت له مدينة خانشيخون كما دان المجلس بشدة الانفجارين الإرهابيين الآثمين الذين استهدفا كنيستين بجمهورية مصر مشددا المجلس على أن هذه الأعمال الإرهابية محرمة شرعا بإجماع المسلمين واختتم المجلس جلسته باستعراض الرسائل والطلبات الواردة وبحث ما استجد من أعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة